السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العنوان ديال الفيديو كما اشتو في المنيات اليوم كما اشتو في العنوان علاش هاد الصيف غادي يكون البيغالي اول حاجة اسمح لي نشرح لك علاش وصلت من هاد الستنتاج وعلاش بغيت نعمل هاد الفيديو هادا بكل بساطة طالي انه اليوم تعرضت علي اي وحد الخدمة وصراحة مقابلة عمل مع وحد الشركة ديال الطيران كبيرة هنا في اسبانيو وصراحة واحد البوست بحل جديد موي مع الاقل بالنسبة لي البوست اسميته متخصص في السفر الجوي او في السفر العرقي او الاقليات العرقية او المجموعات العرقية علاش بطبع الحال السهل لي ان انا من اصل مغريبي اصلي مغريبي كان هندر العربية عارفين الناس اللي معايا في المطر الاغلبية عارفين بانا عندي قناة في اليوتيوب عارفين كنتو ما كتتقصيوني على المسائل ديال السفر فبالتالي يعني اعتبروني بانا انا نصلح في القضية ديال السفر ديال المهاجرين او الاقليات او الاقليات العرقية مهما بعدها اول مرة شمعت هاد المصطلح هذا باناو في مجال الطيران كين هاد التخصص هذا وزيت تعرفت حاجات اخرى من تمك تشفت بان البيئة غادي يكون غالية كتار واسباب اخرى اللي غادي نعطيها لكم في هاد الفيديو هذا فبعدها اليوم خلال التقديم اللي كانوا يعملوه فكنت انا كانوا الناس من امريكا اللاتينية كان واحد صيني كانت واحد الاخت من تونس يعني يخدوه كل واحد من دولة اي باش احنا كان عملوه تحليل نقوله مهم اذاك خدمت معاهم في طبيعة الحال المهم اه كتشفت باناو من خلال ديك التقديم اللي عملنا كي عرفوا بانا هلنات بالصيف كد رجعن بلاده كي عرفوا بانا العرب والمغربة بالخصوص نساء الاغلبية او كانوا واحد الفئات كبيرة من النساء مخدامين شيء وكي عرفوا هم كيش بروتك جوج ولا ثلاثة ديال اللي عوول وكي هودوا بحالهم من المغرب تقريبا من اول ديال سبعة ولم اواخر سستة حتى الاواخر ديال ثمانية كي عرفوا بانا هو الفترة الدراسية كتتسالف هاد التاريخ والناس بحال اللي قلت كي هودوا كي عرفوا بانا الاباء ما يقدروش يهودوا شهرين ولا ثلاثة شهر كي عرفوا بزاف ديال المعلومات اللي عندهم ربما انت يسحب لك مش مهمة ولكن الشركات رأي بحال الدول كتمن بحال القضية ديال التجسس ولكن المعلومات المعلومات اللي داتا اللي داتا اللي داتا بامت فم خلال تقديم بزاف الحاجات هدرنا على بزاف ديال الحاجات من بينها البي غالي وشركة الطيران باغا تبيع البي و لكن ما قادراش تبيع البي علاش من هنا غادي جي القضية ديال غالاء الاسعار ديال البي هاد السنة هاده فالسبب الرئيسي الرئيسي هو كثرة طلب وقلة العرض العرض راح ماشي هو غير يتجي الشركة و تكريي لك تكريي لك البي في الانترنت لا العرض راح يكون مقرون بعدد المقاعد المتاحة لدى هذه ولا هاته ولا تلك الشركة تيارة ريانير عملا شي تلتمية عملا حتى الفين وثلاثين يعني فات الساعة هدي ما كيناش الطائرات. وعلاش ما كيناش الطائرات المقاعد. علاش هذا هو اللي يشكلك بك. كين ثلاثة ديال الاسباب. وهو سبب واحد كما قلنا. هو ما كينش الطائرات. الاسباب اللي تحت هاد ما كينش الطائرات هما. اول حاجة البوينج ماكس عملت بزاف ديال الحوادث وفوت فقد استيقاع فيها. هدي من جهة. مغير ديال الاسكا ايرلاين الاخرية. عملت حادثة مع ايثيوبيان ايرلاين. عملت مع غول ولا واحد شركة اندونيسية. وفي الفترة اللي كانوا شركات الطائران العالم يرجعوا الطائرات ديالهم البوينج باش تفنوا قلم. فالمهندسين والفنيين والتقنيين كانوا خدامين على الطيارات اللي رجعوا لهم العالم. فعواد ما كانوا يكونوا مشغولين بانتاج بسلسلة الانتاج كيعملوا الطائرات. كانوا مشغولين كيفيريفيه وكيشوفوا الدفوات ديال الطائرات اللي رجعوا لهم العالم باسره. كان رجعوا لهم الطيارات. داما معاهد اراسكا ايرلاين فنفش تقريبا اغلبية ديال الشركات خاصة الامريكية. بزعولهم الطيارات. فبالتالي السلسلة ديال الانتاج كانت توقف. لان البوينج هي عندها تقريبا الناس ديال الحصة ديال الطائرات العالمية مع الايرويش. هذي من جهة. من جهة اخرى خلال كوفيد فكانت وقفة الانتاج. ليس لانه الطيارات كانت وقفة في المطارات فبالتالي كيف يمكن انك وحتى ان الشركة الطيران يعني الغتطلبية ديالها. فكيف? فبالتالي كيف يمكن ان الشركة انها تشريه ولا تعمل طلبية على شركة الطيران في حين انه يعني هي الغتطلبية. بالاضافة الى انه كانت شركة طيران عالمية باعت طيارات ديالها. الخطوط الملكية المغربية كانت كتبيع طيارات ديالها في خلال الفترة ديال الكوفيد فبالتالي الان يعني محتاجة طيارات وما جبرهم شي لالكرة ولا لشاء وعلى هاد المنوال ديالها مشابزار ديال الشركات العالمية باش يغطيوا علاش باعوا باش يغطيوا التكاريف ديال الطائرات الاخرى اللي واقفة في المطار الصيانة الناس اللي بيلوتوا والناس اللي مقدروش يجريوا عليهم لانهم محتاجين في حقيقة اي حالة لانه في اي لحظة ممكن يتحل الماطع فبالتالي باعوا الطيارات ديالهم تنفقنا فهذا هما الاسباب اللي عطلت وبزاف الانتاجية ديال الطائرات الرجاع اللي رجعوا البوينج اللي عندها نصف تقريبا من حصة السوق ديال الشركة الطيران التوقف ديال الانتاج ديال البوينج لانهم المهندسين والتقنين الفنيين كانوا مشغولين اكتر بالفحص ديال الطيارات من نوع ماكس اكتر من الانتاجية وكذلك توقف ديال سلسلة الانتاج لا في البوينج ولا في الايربيوس علاش الايربيوس الاوروبية علاش لانه ممكنش المطارات مشدودة والطيارات موقفين وحنا غادي نتجو اه طائرات على العكس من ذلك فآآ كانت الشركة الطيران العالمية تتبيع الطيارات ديالها فاذا المشكل اللي وقع حاليا هو انه طالب اكتر من العرض وبطبيعة الحال اللي كيعرف السوق فآآ ولي كيتفرج عيه في الاخبار شوية راه غادي يفهم بانهم اللي كيكون الطالب اكتر من العرض فبطبيعة الحال ما كيتباع شيء آآ بيك يغلع يعني الثامن كيتزاد فبالتالي غادي يكون الغلاء بزال كين طرق باش تجبر البير خيس كين طرق باش تجبر البير خيس خاصة الناس اللي بعيدين مازال مسلا رحلة ديالساعة واللاقل من ساعة المكانة غادي تكون آآ يعني مواسطة نقول اما الناس اللي فوق اللي بعادين لم فرنسا فما فوق فآآ غادي يكون بي آآ غالي شوية الناس ديال الخاليج كذلك امريكا اللاتينية نفس الشيء امريكا اللاتينية تطور تشريب البير من عندي على الاقل على الاقل غادي تجبروه رخيس على ايبيريا على اير اوروبا على ايبيروجيت على اللي بغيتي انا متأكد عندي في الوكالة غادي تجبروه رخيس على هاد الشركة هذا اذا هدي هي الاسباب اللي غادي او السبب الرئيسي والكبير اللي غادي يغلي البير هاد الصيف هاد شكرا بزاف لحظة المتابعة وإلى فيديو قديم